اشتركوا في القناة ولكن نسأل الله كريم الرحيم أن نجعله لكم مشاكلين وهي نعمة من الله عز وجل وأمر هو أمر ورحمة وهو صفة ستر الله علينا إجمع ستر الله علينا من أعظم يعني نعم الله على البشر يعني ستر الله يسدل على العباد ذنوبهم خطائهم وخطاياهم وزللهم والحمد لله الناس ما يشوفون بين ناس غالبا إلا الحسنة فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة وأن الله عز وجل من أسمائه الستير وأنه يسر يسر الله عز وجل عيوب البشر ويعني زللهم حتى يكونون مقبولين عند الناس كما قيل والله لو علموا قبيحة سريرتي لأبا السلام علي من يلقاني يعني كل إنسان عند ذنوب وتقصير ولكن الله عز وجل بطفة وكرمة وفضلة ورحمتها يا ربي لك الفضل والحمد والمن أنك سترت عيوبنا يا ربي كما سترتها نسألك أن تعفو عننا وتجاوز عننا وتغفر لنا يا ربي وطهر أعمالنا وقلوبنا ظاهرا وباطلا يا رب العالم أجماعة ستر الله عز وجل لما صار على العبد والله سترك ذنوبك في ليلك لا تكفر هذه النعمة ثم تروح تكشف ستر الله بنفسك كما قيل بط عينة بصبعة خطأ خطر وذنب وسفه أنك أنت الله يسترك وأنت تروح تكشف ستر الله عز وجل والله العظيم أن هذا واقع بين كثير من الناس أن الله عز وجل يرتكب لذنب وشي قبيح ثم ما يعلم أحد بشر ما يعلم منه إلا الله عز وجل عالم الغيب والشهادة فيذهب فينقل هذا الخطأ الذميم والجرم العظيم إلى أحد من أصدقائه وأنا فعلته كذا وكذا وكذا يعني الله استرك وأنت تروح تكشف سترك صارت الجريمة صار الخطأ صار الجرم صار الزلل تجاوز الله عنك وسترك ولك شفك أطلب من الله أن يعفو عنك أو استر على نفسك أقل شيء استر على نفسك حتى يقول لك المثل يقول يعني إذا بليتم فاستتروا طبعا هذا مثل كلام صحيح إذا بليتم فاستتروا مو حديث هذا ولكن المعنى الصحيح مئة بالمئة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة بعض الريوات ستر الله في الدنيا والآخرة فتكلمنا أن الواحد دم الله يبتليه أنه لازم أن يبدل الجهد على أنه يستر نفسك كما ستره الله عز وجل يعني يعني يكفيه ستر الله ويشكر الله على ستره ثم أنه بعد ذلك هو الستر بين المسلمين لما رأيت شخص من الناس ابتلاه الله عز وجل خاصة الآن يعني الآن نحن نتكلم في زمن السرعة في برامج التواصل رأيت شيء تعرفه ما تعرفه ابتلاه الله عز وجل وهو قد يكون ستور لا تروح تظهر على الناس ترى من طقب ومن ناس طقه بابه ومن ستره الله ستره ومن ستره الله ومن ستره ومن ستره الله عز وجل يعني وبعض الناس يعني يكون يعني يتلذذ بكشف عورات المسلمين احرص إذا رأيت شخص رجل أو امرأة قد ستره الله أن تساهم في السترة وتمره من رؤية الكرام حتى لو أن الشخص قد ظهر أو أعلن عنده عند بعض الناس لا تساهم في نشرة لا تكون ساهم لبلايا وخطايا الناس حتى الله يسترك واللي فينا كافينا عسى الله استنى رب العالمين واجعلنا من الذين يسترون الناس وعيوبهم فنحرص كل الحرص على أن لا نقول إلا خيرا ولا نشهد إلا بالخير مثل ما قلت لكم إن من لطف الله عز وجل فينا ستر الله علينا ولله الحمد قال الله عز وجل يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر الله عز وجل يكشف المستور يوم القيامة ولكن فضل الله يؤتي ما يشاء من أقوى الأسباب اللي كان ساتر على نفسه بالدنيا الله عز وجل يستره يوم قيامه وبفضله وكرمه بيعون الله أن الله يتجاوز عنه بفضل الله وكرمه بيعونر قد الله عز وجل يتجاوز عنه بلاء على أنه بذل الأسباب أما الذي كشف ستر الله عنه يعني قد يعاقبه الله عز وجل بالفضيحة والعقوبة يوم القيامة ليش ليش أنك يعني تهدم نجاحك وستر الله عليك بنفسك حاول أنك أنك دائما والله العظيم أني أشوف وناس حريصين على الستر وحريصين على أنهم يساهمون يساهمون في الستر على المسلمين حتى لما يشوف أحد من الناس أصابه عيب أو شيء بعض الناس يروح يفسر كلام يقول هذا قصد كذا وكذا كذا الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أي أحد يجيك عنا معلوم ولا شيء يفسر تفسير خاطئ حاول أنك تقول هذا لازم أن تبين من صاحب العلاقة نفسها ما تقعد تفسر موجود ترى الآن بالتلفون فلانا شو نقصك بسالف هذه فسرها فضل الله عز وجل وحاول أنك دائما أنك تتبين من الحقائق ولا تحمل الأشياء إلى تحمل خاطئ وسيء لأن الأصل في المسلمين للسلامة وإذا رأيت شيء أحد المسلمين ولا على بلاء ولا شيء إحسن الظن إذا كان في مجال أنك تحسن الظن ولو كانت ضعيفة هذه الظن حاول أنك تكون مساهم في إحسان الظن حتى تكون قلبك صافي على المسلمين وأنك تستر المسلمين وترى يا جماعة والله العظيم أنه اللي يعني كما قيل العياب عند الباب اللي تسويه اليوم تحصه باشر تستر الناس الله يسترك ويستر والديك ويستر زوجتك ويستر عيالك وإخوانك وعلومك اللي غير مقبولة حاول أنك تسأل الله المزيد من ستره وفضله عقب ما تطلب الله أن الله يستر عنك يقول يا ربي مثل ما سترت عيوبي يا ربي جاوز عني يا ربي واغفر لي يا ربي دائما دائما أطلب ستر الله والله يا أخواني كثير من الناس اللي ما يشكرون الله على سترهم على ستر الله لهم الله يبتليهم بشيء اسمه الفضيحة الفضيحة يا جماعة ممكن أن الفضيحة ممكن جرم الفضيحة تخليك مهدوم علاقات خلاص حتى ما تزوج فأطلب الله المزيد من ستره واشكره على ستره واطلبنا الله أن الله يحفو عنكم وكذلك حتى يعني تعامل بالأحسن والأفضل إذا رأيت على مسلم بلاء أو أنه شفت عليه شيء عيب استرعيه استر في مقام الستر ترى بعض الناس ما يفرق بين الستر وبين الشهادة الشهادة موضوع خط والستر موضوع خط الشهادة لها خط شرعي وكذلك الستر لها خط شرعي واحد شفتها تلاه الله في الذنوب والمعاصي أطلب أن الله استر عليه واطلبنا الله أن الله عز وجل يهدي قلبه ويصطح عمله حتى أنك ستطبقت ثنتين أول شيء ستفت عليه ثم أنك دعوت الله له بالهداية بعون الله أنك تتنال ذلك بعون الله أن الله يهديك ويهدي قلبك ويستر عيبك جعل الله إياكم من الذين يقولون الحق ويتبعونه ونكون بعون الله من ناجحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة